ستيفن ماير وجميع أنصار التصميم الذكي المشهورين مايكل بيهي وغيره يؤمنون بحدوث التطور صدق أو لا تصدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتورة نوران العيدي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة نظرية التطور زادتني إيمانا اليوم موضوعنا هو موضوع طال انتظاره وهو موضوع التصميم الذكي وموضوع كبير لا تكفيه حلقة واحدة سوف نتحدث عن هذا الموضوع نغطيه إن شاء الله في عدة حلقات وهذه هي الحلقة الأولى التي سنبدأ بها في هذا الموضوع نظرية التطور مهما كانت تبدو لنا جدابة وتفسل لنا ظواهر كثيرة نراها حولنا إلا أنها مهما حاولنا تبقى بغيضة للمؤمنين بوجود إله وستجد أهم من يتصدرها كذا للدفاع عنها سواء في الكتب أو سواء في وسائل المختلفة وسائل العلامة المختلفة هم الملاحدة وبعضهم للأسف يعني يحاول أن يقنعك بأنك لا تستطيع أن تؤمن بنظرية التطور ليس إيمان يعني أن تصدق بحدوث التطور وفي نفس الوقت تحتفظ بإيمانك يقولون هذان أمرا مستحيلان أن يجتمعا طبعا واضح أنني لا أوافق على هذا الأمر ونحن الآن نتحدث حتى أوضح لكم وجهة نظري في هذا الموضوع وأبشركم أن الجمعيات العلمية المعتبرة عالميا والتي لها وزن مثل الجمعية الأمريكية لنهض بالعلوم AAAS المعروفة عالميا هذه الجمعية مثلا لها عبارة ذكرتها في بيان مهم جدا لها حول تدريس العلوم وسأترك لكم رابط في الأسفل لنص الكامل لهذا البيان يقولون فيه ما ترجمته كالتالي العديد من القيادات الدينية يؤكدون أنهم لا يرون أي نزاع بين التطور والدين نحن والأغلبية الساحقة من العلماء نشاركهم هذا الرأي لذلك لا تغركم الأصوات العالية والمسموعة بالنسبة للعامة التي تدعي أن الإلحاد والتطور مرتبطان ببعضهما يعني ارتباطا إلزاميا نعم نظرية التطور سبب حقيقي في إلحاد لكثير من كبار الملاحدة المعروفين عالميا طبعا على رأسهم ريتشارد دوكنز فريتشارد دوكنز يصر على أن التطور أو نظرية التطور هي السبب الرئيسي الذي أقنعه بعدم وجود إله قد شاهدت له فيديو مقابلة في حوار موجود على اليوتيوب سأضع لكم رابط له في الأسفل يسأله المحاور سؤالا طريفا يقول له ما الذي كنت ستكون عليه إذا عشت قبل داروين طيب أنت يعني مثلا نظرية التطور هي التي جعلتك تصبح ملحد طيب ماذا لو كنت تعيش بزمن قبل داروين فيجيب ريتشارد دوكنز ويقول كنت على الأرجح سوء من بإله إذا عشت قبل داروين هذا الأمر في رأيي سببه لبس كبير لبس كبير في ماذا؟ في فهم كيف يكون أو كيف يجب أن يكون دور الإله في عملية الخلق وهو ينبع من أسلوب معين في التفكير سنفهمه سويا صدق أو لا تصدق حينما نشرح فكر نظرية التصميم الذكي التي هي من المفترض أنها تناقض نظرية التطور إن أفضل مصر تستقي منه معلومات حول نظرية التصميم الذكي هو موقع مركز العلوم والثقافة Center for Science and Culture الذي له موقع في الإنترنت وهو تابع لمعهد الاكتشاف Discovery Institute وتعتقد كلمة Discovery Institute أكثر شهرة من مركز العلوم والثقافة مركز أو معهد الاكتشاف The Discovery Institute تم تأسيسه عام 1990 ويرأسه اسم مهم في موضوع أو في حديثنا عن نظرية التصميم الذكي وهو ستيفن ماير من هو ستيفن ماير؟ ستيفن ماير يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبرج في تاريخ فلسفة العلوم وله طبعا نشاطات كثيرة في مجال الدفاع عن التصميم الذكي والترويج له ما هو تعريف نظرية التصميم الذكي هما يعتبروها نظريا طيب تنص نظرية التصميم الذكي ببساطة على أن هناك ذكاء خلف أو هو المتسبب في كل ما نراه حولنا في الكون وفي العالم الحيوي يعني الكائنات الحية وهم بالتأكيد يصرون على أن هذا الأمر وهذا الفكر وهذه النظرية هي نظرية علمية بحتة وليس الدينية ولا تحركها المشاعر الدينية إنما هي تسير خلف الأدلة العلمية والأبحاث العلمية حيثما توجهها كما أنهم ليس لديهم مشكلة في عمر الكون أنه بلايين السنين وليس لديهم مشكلة أو لا يعتقدون أن الإنسان مثلا عاش هو والدينصورات في نفس الوقت ونفس الزمن هذه الأفكار التي أقولها الآن هذه فكرة الخلقويين الإنجليين وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة وسأضع لكم رابط لها في الأسفل في صندوق الوصف حان الوقت لأقول لكم شيء في غاية الأهمية إذا أردنا أن نفهم فكر التصميم الذكي أي أنهم دعني أكون أكثر دقة ليس لديهم مشكلة في نشوء الكائنات بعضها من بعض ليس لديهم مشكلة في نشوء أنواع من أنواع نشوء أنواع جديدة من أنواع سابقة بل ليس لديهم مشكلة أن جميع الكائنات تعود إلى أصل واحد مشترك خلية بدائية قديمة كانت موجودة قبل بلايين السنين هذا الأمر يغفل عنه لا أدري لماذا يغفى عن كثير من الناس طيب إذن ما هو اعتراضهم ما هي وجهة نظرهم لماذا هم يعارضون نظرية التطور سأقول لكم هما يعارضون شيء يسمى نيو داروينزم كما يسمونه أو الداروينية الجديدة اعتراضهم على نقطة معينة أن هذا التطور حصل بقوة عمياء وغير موجهة سيقول قائل طيب هذا هو وجهة نظرك أنت أيضا أليس كذلك؟ أو أي مؤمن ضمنيا سيندمج أو يعني يمكن أن يتبنى فكر نظرية التصميم الذكي سأقول انتظر قليلا حتى تفهم الباطل طيب ما هي نظرية الداروينية الجديدة أو نيو داروينزم التي يعارضونها؟ كما قلنا دائما نستقي معلوماتنا فيما يخص نظرية التصميم الذكي من موقع معهد الاكتشاف فترون هنا أمامكم مقال من نفس هذا الموقع كتبه تيفن ماير تحت عنوان Not by chance ليس عن طريق الصدفة يعني لن نمر على المقال بالكامل لكن سنذهب مباشرة إلى ما يهمنا منه وهو شرحه لنظرية التصميم الذكي وما هي نظرية التصميم الذكي حيث يشرح هنا لماذا تعارض نظرية التصميم الذكي فكرة الداروينية الجديدة فيقول هنا أنه حسب نظرية الداروينية الجديدة أن هناك عمليات غير موجهة مثل الانتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية هي وحدها كافية وهي التي تنتج لنا كل هذا الجمال والإتقان والإبداع الذي نراه في المخلوقات الحية ويعلق على ذلك بقوله أنه لا يمكن أن تكون هناك عمليات مادية غير موجهة مثل الانتقاء الطبيعي أو غيره تنتج لنا كل هذا الجمال وكل هذا الإتقان والإبداع كما قلنا بل يجب أن يكون خلفها ذكاء هو الذي قام بتصميمه لكن للأمانة يا إخوان يا أخواتي عندما أبحث عن تعريف النيو داروينيزم أو الداروينية الجديدة من مصادر أخرى لا أجد في تعريفها أو في الكلام العلمي المذكور حولها أن هناك أي كلام يخص هل هي موجهة أم غير موجهة إضافة كلمة أو غير موجهة كلية في التعريف تجدها فقط في مراجع التصميم الذكي سأقتبس لكم مقطع من مقال طويل لستيفن ماير من طول هذا المقال هو مترجم وموضوع في كتيب صغير من ترجمة مركز براهين عنوان هذا الكتيب أو هذا المقال الطويل التصميم الذكي فلسفة وتاريخ النظرية سأضع لكم رابط في الأسفل للنسخة الأصلية باللغة الإنجليزية لهذا المقال الطويل يقول فيه تفترض الداروينية الجديدة بأن عمليات ليست موجهة أبدا مثل الانتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية قادرة تماما على إنتاج أنظمة حية ذات كيانات شديدة التعقيد توحي بالتصميم فيرون أن الانتخاب الطبيعي يستطيع محاكاة قوة ذات قدرات تصميمية عالية الذكاء بدون أن يكون هو نفسه موجها بأي شكل من أشكال الذكاء في المقابل فإن نظرية التصميم الذكي ترى أن هناك العديد من الظواهر الطبيعية ذات الخصائص الدالة على الذكاء في الأنظمة الحية والكون ككل على سبيل المثال خواص المعلومات المشفرة في الدييني والآلات والدوائر المجهرية في الخلايا والدبط الدقيق في قوانين وثوابت الفيزياء يمكن تفسيرها بشكل أفضل بعزوها إلى مسبب ذكي بدلا من هذه العمليات المادية غير الموجهة انتهى كلامه وتعليقي على كلامه أنه يعني يبدو جيد ومقبول إلى حد كبير بالنسبة لأي مؤمن يصدق بحدوث التطور للوهلة الأولى لكن المشكلة إخواني وأخواتي في ما هو تعريفهم لهذا التوجيه الذي يقو به هذا المصمم الذكي ولماذا يقول مسبب ذكي بدلا من عمليات مادية غير موجهة يعني إما توجيه من الله أو من المصمم الذكي حسب تعبيرهم وإما عمليات مادية غير موجهة طب أليست العمليات المادية كلها بيد الله سبحانه وتعالى لماذا الفصل هذا الذي يزعجني فيهم كثيرا سأكون صريحة معكم أليس الله سبحانه وتعالى هو خلق هذه العمليات المادية أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها كيف يقول إما الله سبحانه وتعالى أو المسبب الذكي وإما العمليات المادية وإذا حاولت أن تبحث في مراجعهم عن الإجابة على السؤال كيف يجب أن يكون عمل هذا المسبب الذكي حتى تنتج هذه الكائنات طيب ما هو البديل أنت تقول ليست هذه العمليات المادية غير الموجهة إذن كيف هو يوجه ما هو التوجيه كيف يكون التوجيه للأسف لن تجد جوابا شافيا لن تجد أي تفصيل أو توضيح ليس فقط في موقعهم ولا في كتب ستيفن ماير ولا في كتب مايكل بيه ولا أي رمز من رموز التصميم الذكي لن تجد أي توضيح أو تفاصيل كيف يوجه هذا المسبب الذكي العمليات المادية حتى تنتج الكائنات الحية أو كيف يجب أن يكون التوجيه باعتقادهم يعني حتى أكون دقيقة في سؤالي هم فقط يركزون دائما على أن هذه العمليات المادية ليست كافية لكي تفسر لنا وجود هذا الإتقان طبعا والإبداع الموجود في الكائنات الحية يركزون على إضعاف قدرة هذه العمليات المادية على إنتاج ما نراه حولنا يجب عليهم أن يوضحوا ماذا يقصدوا بالعمليات المادية الموجهة أو كيف يقوم عمل المسبب الذكي لماذا؟ لأنهم حين يتركون هذا الأمر مفتوحا يعني لا ندري طيب من أين جاءت هذه العمليات الحيوية أو هذا الكائن كيف نشأ إذا تركوا مفتوح معناته هم يقولون بشيء واحد ما هو؟ معجزة أن الحل عندهم هو معجزة حتى لو لم يذكروها لفظا في كتبهم وأدبياتهم لأنك حين تقول أن المصمم الذكي يتدخل حتى تنشأ عملية معينة أو ينشأ كائن معين وهو لا يستخدم هذه العمليات المادية وحدها إذن كيف سيكون تدخله؟ سيكون عن طريق معجزة خارقة للعادة خارقة لهذه العمليات المادية كيف يدعون بعد ذلك أن هذه نظرية علمية؟ يعني حين نتحدث عن معجزات نحن لا نتكلم عن علم الآن دخلنا على مجال المعتقدات المعجزة لا يمكن الكشف عنها بأي وسائل علمية لأنها أصلا خارقة للقوانين وخارقة للعادة وخارقة للطبيعة ولا نستطيع أن نكشف عنها بأبحاث أو بوسائل علمية عادية تيفن ماير للأسف يعيد ويكرر هذا المعنى في أماكن أخرى في كتابه هناك جزئية أخرى يقول فيها الحياة إما أنها نشأت كنتيجة لعمليات مادية خالصة أو أو لاحظ أن هناك ذكاء لعب دورا في إيجاد الحياة هذه أعتقد مغالطة كبيرة ومغالطة كبيرة تتسبب في سوء فهم كبير والله يحزنني يعني أنا أحزن والله أحزن وأنا أقول هذا الكلام هذا الأمر يوقعهم في مأزق كبير لا يدركونه للأسف من الواضح أنهم لا يدركونه طيب أين الإشكالية في هذا المؤمن بالله حقا يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده جميع العمليات المادية وجميع القوانين بل هو الذي خلقها وهو الذي وضع الخطة لها وهي لا تخرج عن خطته يعني سبحانه وتعالى وهيمنته وعن الطريق التي رسمها لها بما في ذلك الانتقاء الطبيعي وهي عملية مادية بما في ذلك الطفارات الجينية سميها عشوائية أو غير عشوائية هي بيد الله سبحانه وتعالى و فل سطب انتهينا يعني كما أرى وكما أعتقد كما أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك المؤمن الفطن يعني يفكر هذا التفكير أن الله سبحانه وتعالى لأنه أحسن الخطة وأحسن الخلقة لا يحتاج أن يتدخل هنا وهناك بمعجزة هنا أو بمعجزة هناك حتى يعني يتجاوز شيء صعب لم يخطط له جيدا في السابق والعياذ بالله أو حتى يعيد توجه التطور بعد أن يعني حادى عن الطريق قليلا فيضطر أن يدخل بمعجزة حتى يوجهه لا 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 ليس هكذا ليس هكذا فهو الذي خلق هذه الآليات المادية ووضع القوانين حتى تصل إلى نتيجة معينة هو يعرفها مسبقا وستصل إليها ولا يحتاج أن يتدخل مرة أخرى حتى لو كانت هذه الآليات المادية حتى لو كانت تبدو لنا عشوائية كانت تبدو لنا غير موجهة انظر إلى النتائج انظر إلى نتائجها وأنت ستعرف ستعرف لعلنا نستطيع أن نقول الآن أنه أصبح واضحا تقريبا بدأ يتضح الآن بالنسبة لنا لماذا قال ريتشارد دوكنز ما قاله عندما سأله ماذا لو عشت قبل في زمن قبل داروين كيف سيكون إيمانك هل ستكون مؤمن أو ملحد قال أنا سأكون مؤمن على الأغلب إذا لم تكن هناك نظرية التطور ذلك لأنه حتى أصبح يعني حتى في فكر الملحدين أن التدخل الإلهي يجب أن يكون عن طريق معجزة وبالتالي عندما اكتشف آلية مادية تفسر نشوء الكائنات قال آه خلاص إذا لا حاجة لوجود إله تفكير في منتهى السذاجة لكن أرجع وأقول شيء في غاية الأهمية للأمانة العلمية ليس كل ما يطرحه نعم هناك شيء أنا أعترض عليه من أنصار التصميم الذكي لكن ليس كل ما يطرحونه إن نلقي به جانباً ولا نعتني به ولا نلتفت إليه لا هناك فعلاً يعني كثير من الأمور التي يطرحونها في غاية الأهمية ومعقولة جداً 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 ولذلك سأحرص إن شاء الله في الحلقات القادمة أن أفند الأفكار التي يجب يتم الانتباه لها وأفكار حقيقية وصحيحة ومعقولة جداً يطرحونها لكن يتم تهميشها بسبب تهميش فكرهم بشكل عام من هذه الأمور الجميلة جداً الرائعة جداً المعقولة جداً العلمية جداً التي يطرحونها حتى أوازن يعني سوف أتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى يعني هذه الحلقة كان فيها نقد الحلقة الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أتحدث عن جانب مضيء جداً يطرحونه أنصار التصميم الذكي وبالذات ستيفن ماير هذا الذي كنت أتحدث عنه في هذه الحلقة وهو موضوع المعلومات في الخلية إذن سنتوقف الآن عند هذا الحد وإن شاء الله في الحلقة القادمة كما قلنا سنتكلم عن فكرة رائعة من الأفكار التي يطرحها أنصار التصميم الذكي إذا كنت ممن يهتم بأمثال هذه المواضيع لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى لا تفوتكم من حلقات نلقاكم على خير الخميس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر